للتقديم على هذه المنحة يرجى ارفاق المساندات الاتية السيرة الزاتية الخطاب التحفيزي الخطاب الشخصي خطاب التوصية وهكذا 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 طبعا لما بنيجي نقدم على اي منحة سواء منحة دراسية او مدرسة صيفية او مثلا عايزين نقدم على منحة تطوع او منحة تدريب صيفي بيكون مطلوب مننا شوية مستندات بمجرد ما بنروح على قسم المستندات ونقرأ اول حاجة السيرة الزاتية بنبدأ نتخض نيجي بعد كده نقرأ بقى المستندات لنقل خطاب التحفيزي نلاقي خطاب التوصية وهكذا وهكذا نروح على طول بنطلع من المنحة دي ومش بنكمل تقديم فيها علشان كده انا قررت بداية من الفيديو ده اعمل سلسلة فيديوهات عن المستندات الاساسية اللازمة لاي منحة وازاي احنا نقدر نعمل المستندات دي من غير اي خوف وازاي نوصل للمرحلة اللي تكون فيها المستندات دي سهلة وبسيطة وما نتعقدش منها مرة تانية اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنع في الفيديو ده انا هبدأ اشرح لك اول مستند من المستندات اللي بتكون مطلوبة باي منحة سواء منحة دراسية او تطوعية او مسلا او اللي هو او لو انت حتى بتقدم على شغل هنتكلم اول حاجة عن السيرة الزاتية او هنعرف مع بعض ايه هو التعريف الخاص بالسيرة الزاتية وكمان نبدأ امتى نكتب السيرة الزاتية بتاعتنا وايه هي الطريقة الصحيحة والاجزاء اللي المفروض اتضمنها في السيرة الزاتية بتاعتي وازاي اتجنب الاخطاء الخاصة بالسيرة الزاتية وكمان هتلاقيني سيبلك مثال للسيرة الزاتية لو انت عايز تكتب السيفي او السيرة الزاتية بتاعتك بنفسها يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر ونشوف مع بعض كل المعلومات الخاصة بالسيرة الزاتية معنا في الفيديو ده ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو دعم منك لجهودنا وعلشان تتابع معنا كل ما يخص المنح وكل ما يخص متطلبات المنح هنيجي مع بعض هنا لاول حاجة ما هو تعريف السيرة الزاتية السيرة الزاتية دي عبارة عن نص خلال النص ده انت بتذكر فيه اهم المعلومات زي المعلومات الشخصية المعلومات الاجتماعية المعلومات العلمية المهارات الانجازات الخبرات المؤهلات اي حاجة تخصك انت كمان السيرة الزاتية دي بتمثل هوية الشخص اللي بيكتبها يعني بتمثلك انت اللي بتتفرج على الفيديو ده من خلال السيرة الزاتية دي انت بتعرض نفسك من خلال السيرة الزاتية دي انت بتدي لنفسك الفرصة ان انت تقدم نفسك للحاجة اللي انت معدم عليها. سواء شغل او منحة او ايا كانت الفرصة دي. كمان السيرة الذاتية دي بتكون ملخص لحياتك الاكاديمية وحياتك المهنية. من خلال السيرة الذاتية انت بتبدأ تعمل تصويق او لنفسك. وده بيتم عن طريق ان انت زي ما قلتلك بتعرض بعض المهارات والخبرات والانجازات اللي انت عملتها. ولكن بطريقة منظمة وطريقة منصقة بتجذب الشخص اللي يشوف السيرة الذاتية بتاعتك ليه. يعني نقدر نقول ان السيرة الذاتية دي هي الانطباع الاول اللي بتاخده عنك الجهة اللي انت بتقدم عليها. سواء كانت منحة او شركة او ايا كان الفرصة اللي انت بتقدم عليها. طيب امتى اكتب السيرة الذاتية بتاعتي? لو انت طالب في السنوية العامة بتتفرج على الفيديو ده فانت لازم تكتب السيرة الذاتية بتاعتك بداية من السنوية العامة او اللي اسمها البكالورية بالنسبة للناس اللي بتتبعنا من دول تانية. طيب لو انت دلوقتي في الجامعة وعدت عليك المرحلة السنوية بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي فانت لازم تبدأ تكتب السيرة الزاتية بتاعتك من دلوقتي. ليه ابدا اكتب السيرة الزاتية بتاعتي من دلوقتي? لان انت لما تيجي تعمل كده لنفسك او مستند يخص السيرة الزاتية لنفسك اي انجاز انت بدأت تعمله لازم تروح تسجل الانجاز ده في السيرة الزاتية بتاعتك. سواء كان انجاز علمي سواء كان تدريب سواء كان تطوع او قرصة حصلت عليه. لازم تروح تسجله في السيفي بتاعك وما تنساش تكتب الشهر والتاريخ اللي انت حصلت فيه على الانجاز ده. وكل ده احنا هنشرحه مع بعض في الفيديو بتاعنا. طيب ايه هي الطريقة الصحيحة لكتابة السيرة الزاتية? وايه هي اهم الاجزاء اللي انا لازم اتضمنها في السيرة الزاتية بتاعتي? اول حاجة هتكون معنا هي المعلومات الاجتماعية. طيب المعلومات الاجتماعية دي او باسم تاني المعلومات الشخصية. دي لازم تتضمن اسمك بالكامل الاسم رباعي وتكتب بطريقة صحيحة. تاريخ ميلادك. بتاعك سواء زكرة مقنسة والجنسية بتاعتك ومكان الميلاد والحالة الاجتماعية وكمان صورة شخصية حديثة بخلفية بيضة. لازم تكون الصورة بتاعتك لازم الصورة ضهرية بتاعتها هيكون لون ابيض او الخلفية بتاعتها بلون ابيض. ما ينفعش تكون باي الوان لان انت بتعمل تهدمه في منحة او تهدمه في شغل ما ينفعش يكون الظهرية الوان. وطبعا الصورة الشخصية دي بتكون على حسب الطلب بعض الاماكن بتطلب منك صورة شخصية والبعض الاخر مش بيطلب منك صورة شخصية. تاني حاجة لازم تتضمنها في بتاعك وهي العنوان. والعنوان بتاعك ده لازم تكتب فيه تلات حاجات اساسية. اول حاجة عنوان اقامتك المكان اللي انت عايش فيه حاليا رقم الشارع اسم الشارع المدينة المحافظة الدولة. لازم تكتب رقم التليفون بتاعك وتخلي بالك ان رقم التليفون ده تكون انت بتستعمله عشان لما يتوصلوا معك عن طريق رقم التليفون تقدر تتوصل معهم وكمان بتاعك او البريد الالكتروني. وده شيء اساسي ان انت تكتبه في بتاعك علشان اغلب المنح دلوقتي بتوصلوا مع الطالب عن طريق البريد والالكتروني تأكد ان هو بريد الالكتروني يكون شغال بتقدر تدخل عليه بتشوف كل الرسائل وكمان يكون بريد الالكتروني ما يكونش فيه لا اسامي اللي هي بتكون مسلا لولو ومش عارفة لا لازم يكون فيه اسمك واسمك الرابع اسمك واسم والدك المهم ان هو يكون اسم وممكن يحتوى على رقم او اتنين مفيش اي مشكلة اما حاجة يكون ايميل طيب. تالت حاجة هي المعلومات الاكاديمية او التعليم وفي الجزء ده انت لازم تذكر جميع المراحل الدراسية اللي انت عدت عليها. يعني مسلا تكتب معلومات عن المدرسة السنوية العامة باتاعتك وكمان تكتب تاريخ التحقق بالمدرسة دي وتاريخ التخرج من المدرسة دي. وكمان تكتب الدرجة اللي انت حصلت عليها في المرحلة السنوية بتاعتك. كمان لو انت في الجامعة بتبدأ تكتب اسم الجامعة بتاعتك بتبدأ برضو تكتب او التخصص او كلية اللي انت فيها في الجامعة دي. انت التحكت بالجامعة دي امتى? وامتى هتتخرج من الجامعة دي? او تاريخ المتوقع للتخرج من الجامعة دي. كمان تكتب المجموع او بتاعك الخاص بالكلية بتاعتك. وكل ده برضو هنعرفه بمثال عملي بعد ما نخلص الشرح. طيب بالنسبة للجزء الرابع وهي الخبرات او انت في الجزء ده لازم تعرض الخبرات اللي انت اكتسبتها. سواء خبرات انت اخدت منها شهادات او ما اخدتش منها شهادات طالما انت خبرة. وانت عندك الخبرة دي وتعرف الحاجة دي. انت بتبدأ تحطها في لو انت رحت تدربت في اي شركة او اي مصنع اي مكتب بتبدأ تكتب ان انت تدربت في المكان ده. وبتكتب بتاعك. يعني انت كان دورك ايه في التدريب ده. وبتبدأ تكتب له انت. رحت تبدأ تدريب امتى? وانت انتهيت من التدريب ده. طبعا انت بتكتب شهر وبتكتب سنة. ويفضل وانت بتكتب الخبرات بتاعتك تكتبهم من الحديث للقديم. يعني حاجة عملتها بشهر تمانية سنة الفين وتسعتاشر وحاجة عملتها بشهر مايو سنة الفين وتسعتاشر. فانت الاول هتبدأ تكتب الحاجة اللي انت عملتها في الشهر مسلا اغسطس او تمانية الفين وتسعتاشر وبعد كده تبدأ تكتب تحتها الحاجة اللي انت عملتها بشهر مايو الفين وتسعتاشر. يعني من الاحدث للاقدم للاقدم منه وهكذا. طيب الحاجة الخمسة في بتاعك هو التطوع. ما فيش اي منحة دراسية دلوقتي او اي منحة بشكل عام او حتى مش بيطلب منك ان انت ما يكونش عندك عمل تطوعي. لازم يكون عندك عمل تطوعي بشكل اساسي. وطبعا انت بتبدأ برضو تعرض في العملة التطوعية بتاعتك. انت كنت في منظمة ايه? او كنت بتطوع في مؤسسة ايه? ايه هو او بتاعك? وبتبدأ انت امتى التحقت بي المؤسسة دي? وامتى انتهيت من المؤسسة دي? او لو انت لسه في المؤسسة دي بتكتب له ان انت لسه فيها. يعني بتكتب ده كله انت بتضمنه في بتاعك. سادس حاجة هنيجي لها في بتاعنا وهي الشهادات. لازم تذكر جميع الشهادات اللي انت حصلت عليها. في الجزء الخاص بالخبرات لو انت عندك خبرة في حاجة مش معك شهادة لها. انت بتذكر الحاجة دي اللي انت ليه خبرة فيها. في جزء الشهادات انت بتبدأ تكتب كل الشهادات اللي انت حصلت عليها. حتى شهادات الكورسات اللي انت اخدتها بتبدأ تكتب الشهادات اللي انت حصلت عليها في الكورسات دي. وزي ما قلتلك بقرر تاني بتكتب اسم الكورس. ممكن تكتب اسم المكان اللي انت اخدت منه الكورس ده. وهتكتب التاريخ اللي انت اخدت فيه الكورس ده. بعد كده هتيجي في الجزء السابع وهو المهارات. في جزء المهارات ده انت لازم تتضمن كل المهارات اللي انت اكتسبتها. يعني مسلا مهارات المتعلقة بالكمبيوتر على سبيل المثال او مسلا مهارات اللي هو اللغة الانجليش او مسلا لو انت معك لغة اسباني لغة انجليزية المانية جميع اللغات اللي انت بتعرفها لازم تتضمنها في جزء المهارات تحت او اللي هو اللغة. وكمان برضو لازم تذكر مهارات التواصل مع الاخرين او مهارات القيادة يعني بشكل عام احنا بنطلق عليها مصطلح طيب كل ده انت لازم تتضمنه في جزء المهارات يعني مسلا بتيجي بتكتب مسلا اللي هو برنامج بتكتب انت بتاعك ايه مسلا فانت بتبدأ تتضمنه الحاجات دي هكذا مع اللغة مسلا ارابيك هو بالنسبة لك فانت بتكتب ناتف بتشوف انت بتاعك ده كله احنا هنعرفه مع بعض من خلال المسال اللي انا هشرح لك عليها طيب بعد كده هتكتب الهوايات وفي جزء الهوايات دي انت بتذكره الحاجات اللي انت يعني انت مهتم بايه مسلا مهتم بحاجات تخص الرياضة مهتم بالقراءة مهتم بالاستماع دي كلها حاجات انت بتذكرها في بعض الناس بتقول لك ان انت غلط ان انت تكتب الهوايات بتاعتك في ولكن دلوقتي الهوايات بتكون مطلوبة منك لو فتحت اي منحة بتلاقي كاتب لك كده بتلاقي كاتب لك فانت لازم تتضمنه برضو الحاجات اللي تخصك من ناحية الهوايات طيب بعد كده هنا في ملحوظات همه جدا زي ما قلت لك لما تيجي تكتب الانجازات بتاعتك التدريبات العملة التطوعية اي حاجة لازم تكتبها من الحديث للقديم حتى الشهادات اللي حصلت عليها تكتبها من الحديث للاديم ولازم تكون لغة متاعك او السيرة ازتية بتاعتك باللغة الانجليزية ده لازم بشكل اساسي حتى لو هتقدم في مصر او برة مصر لازم تكون بتكتب السيرة بتاعتك باللغة الانجليزية طيب بعد كده هنيجي هنا لبعض المعلومات الهمة اللي انت لازم تتاحها لما تيجي تكتب السيرة ازتية بتاعتك لازم تكون مكتوبة بطريقة منظمة باسلوب واضح وبسيط. علشان تسهل على قدامك ان انت تقول له كل المعلومات بتاعتك بصورة بسيطة جدا. كمان لازم تكتب بشكل مختصر. يعني ما تقعدش تفصل كتير في الحاجات اللي انت عملتها في لازم تكتب بالشكل اللي احنا شرحناه. كمان لازم السيرة الذاتية بتاعتك تكون مكونة من صفحة او صفحتين. لو انت حديث التخرج يفضل ان هي تكون صفحة صفحة ونصف او صفحتين. ما نقعدش نكتب حاجات كتير كتير وهي مش عندنا. كمان لازم نخلي بالنا من الاخطاء اللغوية اللي هو او الاخطاء الاملائية. يعني انت بتيجي تكتب كلمة. خلي بالك من بتاع الكلمة دي. خلي بالك من الخاصة بتاعك. لازم يكون الخط حجم الخط من اتناشر لاربعتاشر. لازم يكون نوع الكتابة اللي هو كمان لازم تعمل لكلام بتاعت. الحاجات دي انا عشر حالك دلوقتي على برنامج الورد. طيب ايه هي الاخطاء اللي انت لازم تتجنبها وانت بتكتب السيرة الزاتية بتاعتك? اول حاجة ما ينفعش ان انت ترسل نفس السيرة الزاتية لجميع الجهات. بتبعتها المنحة في المانيا على تبعتها في منحة فرنسا. هتبعتها في الشركة دي اللي هي طبع مسلا كمبيوتر على الشركة طبع سيارات. بتبعت لهم سيرة الزاتية واحدة ده غلط. لازم تشوف الجهة اللي انت بتبعت لها السيرة الزاتية وتحدد السيرة الزاتية بتاعتك على حسب الفرصة اللي انت بتقدم عليها. كمان لما تيجي تكتب السيرة الزاتية بتاعتك اول سي بي ما ينفعش بقى تحطط له لون احمر ولون اخضر ولون ازرق ومش عارفة ودواير والاشكال ده كله غلط. لازم تكتب السيرة الزاتية بتاعتك باللون الاسود لان ده هو او السيرة الزاتية الصحيحة اللي بتكون مطلوبة في اي حاجة. كمان ما تنساش لما تيجي تبعث السيرة الزاتية بتاعتك في الايميل. ياريت لو سمحت تكتب ده بيتكون من اربع او خمس سطور بيشرح في اهم الحاجات اللي انت عايز ترسلها للفرصة دي او للشركة دي انت مهتم بالمجال اللي عندهم. المجال ده هيفيدك في ايه? لازم تعمل لهم ما ينفعش تبعث السيرة الزاتية كده خلاص لان ده هو اللي هيجزب ويخليه يضطر ان هو يفتح السيرة الزاتية بتاعتك. طيب هنيجي مع بعض هنا. انا هنا سايب لك مثال او خاص بالسيرة الزاتية هبدأ اشرح لك من عليه دلوقتي وهوري لك كل الكلام اللي احنا قلناه هنا عملي. كمان لو انت بتواجه اي صعوبة في السيرة الزاتية او بتواجه اي صعوبة في تقديم على اي منحة فانت يمكنك تجهيز جميع الاوراق او كمان تقدم على اي منحة دراسية من خلال قناة الدكتور المنح عن طريق واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الدسكريبشن اسفل الفيديو انت بتملق خاص بنا احنا بنتواصل معاكم مباشرة. كمان لو عايز تشترك في جروباتنا على الفيسبوك على واتساب وتليجرام. فانا هنا سايب لك في الوابسايت الخاص بينا او بتلاقي موجود اللينك الخاص بجروباتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب دلوقتي هنيجي نضغط مع بعض على السيرة الزاتية اللي انا عامل لك عليها هنا. هيتحمل معك على الكمبيوتر واللاب توب بتاعك او الفورم او اللي احنا هنشوفه ده. طبعا ده سيرة زاتية تم اعدادها بواسط القناة الدكتور المنح. طبعا انا زي ما قلت لك اول حاجة بتكتب المعلومات الشخصية بتكتب اسمك تاريخ ميلادك زكرة مقنسة مكان الميلاد وبتكتب هنا الجنسية بتاعتك وهنا الحالة الاجتماعية هنا بتحط صورة بعد كده هنا بتكتب عنوانك الايميل بتاعك رقم تليفونك. بعد كده هنا بتيجي في الجزء الخاص بي اللي هي ناحية التعليمية بتكتب اسم المدرسة اللي انت كنت فيها او اسم الجامعة التخصص اللي انت فيه بتكتب انت انت حقت امتى بالجامعة دي وامتى انتهيت من الجامعة دي. وكمان بتكتب الدراجات اللي حصلت عليها في الجزء الخاص باللي هي الخبرات بتكتب انت اخدت خبرة في اي مكان لو كان تدريب بتكتب اسم التدريب او اسم الشركة اللي انت اضربت فيها بتاعك وانت بدأت في الشركة دي امتى وانتهيت من الشركة دي امتى برضو نفس الكلام مع الاعمال التطوعية برضو مع الشهادات اللي انت حصلت عليها. ما تنساش ان انت بتكتب من الحديث للقديم. بعد كده هنا انت بتيجي في البوزر الخاص بالسكيلز زي ما وقتلك السكيلز زي الكمبيوتر سكيلز او اللي هو مسلا بشكل عام. انت هنا مسلا في بتكتب مسلا احد البرامج زي انت بتكتب بتاعك في ايه وهكزا. وبرضو بالنسبة ليه او اللغات مسلا اللغة العربية احنا بنتكلم اللغة العربية نيتف فاحنا هنا مسلا بنكتب نيتف او مازر تانج وطيفور انت عايز تكتب ايه? تيجي هنا بتكتب اللغات اللي انت تعرفها مسلا انجليش اكسلانت مسلا انا بتكلم روسي اللي هو مسلا جود فانا هنا بكتب جود لو انت بتتكلم اي لغة تاني مسلا بادئ بتكتب جنر وهكزا. بعد كده في الجزء الخاص بالانت هنا انت بتبدأ تكتب الحاجات اللي انت فيها او اللي هو مسلا انت مهتم بايه ايه هي الهوايات بتاعتك القراءة الرياضة وهكزا. طبعا انا قلت لك على شوية التعديلات اللي انت المفروض تعملها وانت بتعمل السيرة الزاتية بتاعتك تعال نفتح ملف ده مع بعض. انت مسلا عايز تختار نوع الخط الخاص بالكتابة فانت بتيجي مسلا تحدد اي حاجة من دولة مسلا بتيجي هنا معي عند انواع الخطوط بتفتح السهم وبتيجي هنا تدور على الجزء الخاص بيه اللي هو بتبدأ تختار و هو بيطلع معك شكل الخط ده لو انت عايز تغير طبعا حجم الخط فانت بتختار هنا قد الحجم عندك اربعتاشر او اتناشر على حسب انت عايز تختار ايه بعد كده هنا لو انت عايز تعمل لكلام بتاعك فانت هنا مسلا بتيجي تحدد كل الحاجات الموجودة هنا وبتيجي هنا مسلا عند السهم ده لو روحت وقفت عليها تلاقيه انطلع لك كلمة هتضغط عليه وهتختار هنا فكل الكلام هيبقى منظم ومرتب ما تنساش ان العنوان بتاعك مسلا ان انت تيجي تحطه هنا مسلا في الوسط علشان يبقى الشكل كده مهزب مسلا بتحطها في الوسط وبكده انا اكون خلصت شرح او طريقة كتابة السيرة الزاتية بشكل صحيح بشكل اكاديمي بشكل احترافي بالشكل المطلوب منك في اي منحة او اي فرصة انت بتقدم عليها ما تنساش تشاركني برأيك في الكومنتات ويا ريت لو اي حد عنده اي صفصار او اي سؤال ممكن سيبه في الكومنتات واحنا هرد عليه ويا ريت في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك تعمل سبسكرا باشتراك في الكنوات فعل الجرس وتشير الفيديو مع الاخرين علشان تعم المعرفة على الكل ودعم منك للجهود اللي بنحاول نقدمها وشكرا